سألك سؤال تاني الخلافات اللي بينك وبين الراحل خالد صالح زيرو صفر صفر ليه؟ أنا وخالد معلمين بعض يعني 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 عارف اللي مقوله مربين بعض متعلمين مع بعض والبعض في أيام كلية الحقوق في بصح كلية الحقوق خالد نجم من أول لحظة وإحنا في الكلية كان صغر بيني مشهرين على فكرة بس هو كان بيعمل فيزيكي شكله كان بيدي الإحساس أنه ممكن يعمل بشوية أبيض هتلاقي حتى في المصرحية بتاعتي هتلله أبيض وبتاع ينفع دور الأب والعام والمشهرين وكان بيبهرنا بالتنقلات إحنا لسه بنتعلم التنسيل كلنا وهو بشوية خبرة صغيرة في مصرح المدرسة قبلنا عامل شغلة مش يعني وسلس أنا بقى أخرجت الخير وأقولك على الممثل العظيم اللي ناس ممكن تبقى شفيته شفت أسباب إن إحنا بنتكلم عنه كده خالد أزكى ممثل ممكن تكوني بتخرجي له في العالم أنا بالنسبالي وأنا أول أعدك يقعد معاكي يسمعك كل اللي بيعمله إنه هو بس يفاهمك إنه معاكي على الخط كده حاجات كده بسيطة يفاهمك إنه معاكي على الخط بقى شوية كلمة ودي مالكة غير عادية أنا ما نفعش تقعد تحكيلي حاجة إليها ما برغي يعني فهمك عنه القدرة إنه يسمع كويس قوي ويعمل أول والتالي والتالت بروفا يعني مش هقول سيئة بس كانوا بيقرأ بس وفجأة يطلع وفجأة مرتش عايزة تدينه منحوظات تالي تسمعي منه وانجا تنظره بقى ممكن الشخصات يعمل ده خالد فهمي في نفس الوقت هو فإحنا لما كان حدي بيخش في بيهننا مثلا يعني حدي مثلا يقول إيه أنا كنت حجيب خالد بس أنا لقيت إنك أنت أنسب قوله لا أنت لقيت إن أنا أرخص ملاش ندالة فما تحاولش تخش بينا خالد عظيم هو ده دوره وأنا مش هاخده منه خالد على نفس الناحية التانية لما يجي يقوله أنت أستاذي قوله ده أستاذي هو خالد نفس ردود اللي يخش بينا حيتطحن لأنه أنت دخل بينا أنت بتشوئ حاجة ما يفعش تبوز كالك دخل بينا لتنين إخوات فإحنا نتكلم في القفيش إحنا لتنين يعني يعني عين صحيح رضينا يرحمه